سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة ومتوسط أهلاً وسهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنسى شفت لكم دعم القناة بالضغط على زر اشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله أحبتي في هذا النموذج يعني رحين تشوفوا باللي راه معاد يعني أعدت نشراه يعني لفائدتكم لأنه يتعلق بموضوع يعني من المفروض أن نشفناه في الثلاثة الثانية ولكن بعض التلاميذ مازالهم متأخرين في الدروس لهذا فضلت أني نعود ننشره ملاحظة أخرى أحبتي فيما يخص المراجعة الخاصة بهذا المقطع يعني اللي هو التراث رهي موجودة في القناة يعني أنشرتها البارح أو قبل البارحة فقط اكتبوا العنوان واسم قناتي رح ستظهر لكم الفيديو النقطة أخرى فيما يخص الوضعيات الإدماجية الخاصة بهذا المقطع يعني من فضلكم يعني ادخلوا المنتدى القناة رحين تجدوا صور متعلقة بهذا المواضع كذلك في آخر الفيديو رح نخلي لكم نماذج للأمانة هي نماذج منقولة يعني فقط حبيت نفيدكم بها تمنى التوفيق للجميع وتابعوا معي جيدا يعني هذا النموذج هو يخص موضوع يعني التراث رح نحاولو يعني نديرو نماذج متفرقة يعني باش نلبيو طلبات الجميع voilà تابعوا معي رحب كابيل patrimoine précieux de l'histoire de la كابيل الفسان القبائل توراث ثمين منا في تاريخ القبائل المنتقات القبائل la رحب كابيل n'a pas toujours eu sa forme d'aujourd'hui الفسان القبائل يعني لم يكن له نفس شكله الذي نعرفه اليوم elle a connu au fil du temps et de la civilisation des modifications importantes وقد عرفوا هاد الفسان يعني معامور الزمن والعسران سريرات مهم رحب كابيل de par ses couleurs vives et chatoyantes égaye et fait briller la femme de mille feux الفسان القبائل بألواني الساطع والمتلا يعني لما تلبسها المرأة تكون متألقة cette robe ancestrale a su traverser les âges elle a d'ailleurs inspiré un grand nombre d'artistes de poètes et de peintres وهاد الفسان القديم أو الفسان الأجداد عرفوا أو يعني انتقلوا على مره الأزمين أو على مره العسور وَكَدَلِكَنَتْ وَكَدَلِكَنَتْ مُلْهِمَا dans la façon de mettre les dentelles mais elle n'a jamais été modernisée au sens propre du mot jusqu'à pardon une période récente يعني الفسان القبائلي عرف نوع من الإبداع والتطور في طريقة وضع les dentelles يعني طريقة الخياطة ولكن لم تصل يعني درجة العصر والتغيير فيه بمعنى الكلمة يعني دي حد الآن يعني مهما بدلوا فيه ومهما طوروا فيه حيبقى الفسان عنده شكله الأصلي la confection du costume كابيل est typique à chaque région يعني وطريقة يعني صنا هذا اللباس القبائلي خاص بكل منطقة الفوتا est une pièce importante de la robe traditionnelle du كابلي الفوتا يعني هو قمش يلبس يعني فوق الفستان voilà c'est un tissu assorti qui se porte par dessus la robe كابيل وهو قطع منا القمش كما شرح سيلكم يكون الوان هو متانس قمع الفستان وطول بس فوق الفستان القبائلي ce vêtement c'est de tout temps généralisé à tous les types de tissage le costume traditionnel se compose de 5 éléments يعني هاد الفستان التقليدي يعني يصلح بأنواع الأقمش ويتكون من 5 عناص العناص المكوين عليه هي يعني الفستان القبائلي أو يقول 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 تقاندورت ولا أصدر فقط إذا كان يعني نتقل كلمة خاطة فقط سحولي voilà est est l'élément de base du costume et comporte un col arrondi à volant et de longue manche de couleur jaune ou orange يعني وذات ألوان صفرا أو بورتقاليا le vêtement est garni au niveau de la poitrine de motifs brodés en zigzag et de bouclettes de plusieurs couleurs وهاد الليباس موزيين في على مصوى الصدر يعني بزخرفات موطرزا على شكل يعني منكسر يعني zigzag وكداليك على شكل حلاقات بألوان موزعددة le tout inspiré de l'écriture kabyle وكل هذا يعني مصوحا من الكتاب القبائل elle est ريوس د تابلي دي فوتا décoré de rayures verticales multicolores يعني وهاد الفوساد يعني نضع فوقه ان تابلي الذي يسمى فوتا موزيين بخوت الفقية موزعددة الالوان la ceinture dite حزام se compose d'un ensemble de fils de laine multicolores تressées et muni de pompons aux extrimités والحزام الذي نسمى حزام يتكون من مجموعة من الخيوت مصنوع من الصوف أو خيوت الصوف متعددة الالوان وتكون على شكل ظفير في آخرها دي pompons يعني في الحدود تحا يوجد دي pompons يعني مصنوع من الصوف voilà la coiffe est composée d'un foulard carré دي محرم وعلى مستوى الرأس يعني نجد foulard يعني ربار عن un foulard يعني يو دع الرأس يو سمع المحرم دي كوري دي موتيف فلور وعلى 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 بار لذي اكترميتي او دي سو دي فلور يعني هاد المحرم او هاد لفول هو مزيين بأشكال منا الازهار ويوربات على شكل مثال المحرم يعني يعني عمم المحرم لرب كبير traditionnelle أو moderne reste surtout un patrimoine à part entière et un fragment de la culture et de la civilisation berbère en général يعني الفسان القبائلي تقليدي أو عصري يبقى دائما توراث يعني ثقافي نفتخيرو به و كذلك يؤمن على التوراث الامازيري بسفات الهام ولا أحبتي هذا فيما يخص هذا النص يعني هو نص جميل جدا لأنه يتحدث على التراث الجزائري بعدما قرأنا النص أحبتي ننتقل لمناقشة الأسئلة فقط في البداية تابعوا معي جيدا ركزوا معي ولما نذكروا الأجوبة حاولوا أنكم تكتبوها وفي آخر الفيديو يعني سنخليكم نموذج للأجوبة مكتوبة فقط أحبتي يعني ما حبيتش نطول في الوقت على المنتاج يعني باش نكتبو لكم الأجوبة وفي الوقت طويل وانا مدابية يعني نكون سريعة وعنما ونحضر لكم أكبر عدد ممكن من النماذج لهذا تابعوا معي جيدا أحبتش 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 هنا هنا لازم عليكم تركز جيدا هذه المعلومات هي موجودة في النص أحبتش عندها لمساتح في الفستان القبائلي سي لرب كابيل كمпورت دو كولار الفستان القبائلي يعني يحتوي على لبنيني فقط هنا يحبتش فو يعني يوفي العديد من الألوان وهذا كنا كدلك دو كرناه في النص دونك هنا سيضر 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 نواصل هنا 4 المنظر رب كابيل دو كبال رليف دو تكست لفرس كي لمادر النص اللواتي يلبسنا الفستان القبائلي يصبحنا جاملاتون جدا استخرج من النص الجملة التي تبينو ذلك لحظوا معايا هنا هذا النص النص يعني اللقرينة مع بات شوفوا معايا هذا الجملة لرب كابيل دو بار سي كولار vive شاتويانة ايغاي ايفبري لا فام دو ميلفو يعني هاد الفستان وبالوانها الزاهية والمتلقلقة تجعل منها المرأة يعني جميلة والمتلقة دونك هادي هي لابن ريبانس انسويت سيت 3 المنظر كي كمپوز لرب كابيل ادكور ثلاثة عناصر تتكون منها الفستان القبائلي دونك ما اشفنا لرب كابيل سيكمпوز دو 5 المنظر يعني خمسة عناصر احنا نحن نتكرو تلاتا فقط لي هما لتابليه لسميناها الفوطة لسيطور لي هيا حزام وكا ديريك لفولار كاري لسميناها محرما voilà هادي هما لتروس المنظر اللي مدكوري فينس سنكياما كلمة لدانتال لدانتال هي تعني التطريزات التي توجد في الفستان يعني لدانتال هي كلمة تنتمي الى لشان لكسيكال تا كلمة لغوب كابيل كذلك عندنا لكوستوم التطريزات يعني اللي باس التطريزات voilà اللي باس التطريزات هو كذلك لما نقولها يعني نعرفو بليرا هو يتحدث على لغوب كابيل donc لديو مو هما لدانتال وكذلك لكوستوم التطريزات نمیرو 6 دان امو دي لامن فامي كو پاتريموان پوی امپلوى لدان امو 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 يعني هنا هات كلمة من نفس عائلت كلمة پاتريموان ثم وظفها في جملة من انشائك الخاص پاتري هي كلمة تنتمی الى نفس عائلت پاتريموان پاتري تعني الوطن دان يعني لفخاز پرسنل نقدرو نقولو لالجيري اي ما پاتري ولا نقدرو نقولو ما پاتري اي لالجيري ولا يعني وطني نمیرو 7 سولید لفم الجيريان پورت لغوب كابیل احنا لدينا الوسي سي سي تي هو دو بوی دي سي اكل ها دي تعبرنا على الزمان مندو قرون النساء الجزائريات تلبسنا الفسان القبائلي دو بوی دو بوی دي سي اكل ها دي لما تصیبو فی ها دي راه عبارة على اون جوره يعني مندو قرون يعني وما زالو يرتديو ها د الفسان يعني ما هوش اما من داته يعني اعطانا تاریخ بداية واتاریخ نهاية واتاریخ نهاية qui se porte par-dessus la robe كابيل هنا عندنا هذا الجدول عندنا le nom noyau يعني الاسم الناوات عندنا سننxpansion وكذلك عندنا النature de l'expansion يعني هذا الاسم التوسعة وطبيعة التوسعة كما اشفنا احباتي في درس الاسم الناوات يعني كنا اشفنا le nom noyau هو الاسم الناوات les expansions هما l'adjectif qualificatif et peut-être كنا اشفنا كذلك le complément du nom وكذلك كنا اشفنا la proposition subordonnée relative يعني هنا يحبوا حددنا الاسم وحنا رحي نشوفو وحنا رحي نشوفو شمين expansion رحي ورح عندنا un tissu qui se porte qui se porte هادي هادي يالexpansion لنكسبوها هنا لاناتور تحا c'est une proposition subordonnée relative يعني جملة موصولة qui se porte عندنا راب كابيل هي الexpansion تحا c'est un adjectif qualificatif ايبتت voilà يعني هذا هو المعنى تحا نمیره نف ميره نفعه ميره نفعه ميره نفعه او فتر سمبل دي لندكاتف بار الافعال بينا قوسين في زمان لفتر سمبل دي لندكاتف وعلا يعني هذا درس كذلك كذلك لهم موجود في فيديو المعنى جارة عندنا جملة الولا a siguiente tenue traditionnelle devenir plus légère ces broderies être de plus en plus finalement WiFi يعني عندنا le verbe devenir ou le verbe ou l'auxiliaire être покуп ميره你就عني لكون هاده ستام verbe do ميره 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 أندوم حال gesch noted ميره هاده ميره ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر